السؤال الثاني من الرسالة نفسها كلنا نعلم أن محمداً وآل محمد صلوات الله عليهم من نور واحد أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد لكن لا يمنع هذا من الأفضلية فيما بينهم كأفضلية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء صلوات الله عليها وهكذا إلى سلسلة الأئمة الأطهار لقائمهم ومهديهم السؤال هناك روايات تتكلم عن الأئمة من ذرية الحسين وتقول إن قائمهم أفضلهم فهل أن صاحب الأمر أفضل من آبائه بالمطلق أم أن تلك الأفضلية في حيثية من الحيثيات أيضاً هذا السؤال بحاجة إلى إجابة مفصلة لكنني سأجيبك يا حسن بنحو موجز لضيق الوقت محمد وآل محمد لهم مقام واحد إذا نظرنا إلى هذه الحيثية إلى حيثية هم والله إذا كانت الحيثية ما بينهم وبين الله اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة من الله عليهم بمستوى واحد في هذه الجملة لأنهم في هذا المقام في درجة واحدة ما لأولهم لآخرهم وما لآخرهم لأولهم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد كلنا محمد في هذا المقام فيما بينهم وبين الله المقام واحد وهو مقام مستقر لا ارتقاء فيه مقام ثابت لأنه لا يوجد شيء بعد هذا المقام ففي ما بينهم وبين الله المقام واحد وفي مراتب الحقيقة المحمدية محمد وآل محمد من حيث الحقيقة المحمدية المقام واحد هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة المقام واحد في ما بينهم وبين الله والإشارة إلى ذلك ما في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك بينهم هذا مقام واحد هذا مقام واحد لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هو المقام فيما بينهم وبين الله اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة صادرة من الله بمستوى واحد لأنهم جميعا في مقام واحد فيما بينهم وبين الله المقام واحد ولا ارتقاء في المقام لا شيء بعد هذا من حيث الحقيقة المحمدية حيث كانت ولم يكن معها شيء من حيث الحقيقة المحمدية المقام واحد الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا تخاطبهم وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحد طابت وطهرت بعضها من بعض هذا مقامهم من حيث الحقيقة المحمدية مقامهم بين أظهرنا إنهم محمد وآل محمد من حيث هم فيما بينهم مقام واحد حينما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على أئمة الهدى منزلة واحد نحن نتحدث هنا عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر هذا العنوان ينطبق على رسول الله ينطبق على أمير المؤمنين ينطبق على الصديقة الكبرى وهكذا إلى قائم آل محمد هذا مقامهم وهم بين أظهرنا فيما بينهم إذن مقامهم من حيث الله واحد ومقامهم من حيث الحقيقة المحمدية واحد ومقامهم في عالمنا الأرض من حيث فيما بينهم واحد كما يقول رسول الله أنا علي وعلي أنا وكما يقول أمير المؤمنين أنا محمد ومحمد أنا وهذا المعنى بصريح القرآن في آية المباهلة وأنفسنا هذه الكلمة تختصر كل هذا الكلام فحينما نسلم عليهم السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجة وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى هذه العناوين تنطبق عليهم جميعاً هناك هناك مقام واحد هناك منزلة واحد الجهة الرابعة من حيث نحن من حيث الخلائق هنا تختلف المقامات فاختلاف المقامات ليس من حيثهم وإنما من حيث نحن فهناك النبوة والرسالة تتجلى في محمد صلى الله عليه وآله وهذه لها مقامها وشأنها وهذا تجلى في محمد صلى الله عليه وآله لحاجة الخلق إلى هذا التجلي وما تجلى في أمير المؤمنين لحاجة الخلق للذي تجلى في أمير المؤمنين وهكذا فما جاء في الأحاديث بخصوص عترة الحسين صلى الله وسلامه عليهم من السجاد إلى القائم من أن القائم أفضلهم أفضل من آبائه من الحسن العسكري إلى إمامنا السجاد إنه أفضل التسعة هذه الأفضلية من حيث مشروعه الأعظم والذي يرتبط بنا يرتبط بالمخلوقات يرتبط بالخلق فكلهم من السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري في المقام نفسه الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هذا هو هو لسان السجاد وهو هو لسان الباقر وهو هو لسان الصادق وهكذا إلى إمامنا الحسن العسكري فمن السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري هذا هو لسانهم إنه لسان صادق لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هذه الخدمة لمشروعه للبرنامج الإلهي الذي أوكل إليه قضية ترتبط بالمخلوقات بالخلق لكن إذا رجعنا إلى مقامهم من حيثهم فيما بينهم فما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم إذن مقامهم من حيث الله فيما بينهم وبين الله مقام واحد لا ارتقاء فيه ومقامهم من حيث الحقيقة المحمدية مقام واحد مثلما قرأت عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة ومقامهم في العالم الأرضي فيما بينهم مقام واحد إنما تختلف المراتب والدرجات والمقامات من حيث الخلق وما يتجلى في الأئمة وما يظهر منهم لحاجة الخلق فهذا شأن عارض في آخر الأمر إذا رجعنا إلى مقامهم الذاتي هو مقام واحد وإنما تختلف المراتب في شؤونهم العرضية في الشؤون العارضة والتي ترتبط بحاجة الخلق الموضوع يحتاج إلى دقة وإلى تشخيص لحدود المقامات دائما أقول هناك قاعدتان ذهبيتان في معرفة هذه المعاني القاعدة الأولى حفظ المقامات أن نعرف حدود كل مقام من المقامات هذه المقامات التي يتحدث عنها دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك محمد وآل محمد المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركان لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صلوات على ظاهرهم وباطنهم صلوات على سرهم وعلى نيتهم صلوات على أولهم وآخرهم صلوات على شاهدهم وغائبهم صلوات تترى وتترى 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 حتى تنقطع أنفاسنا وحتى بعد انقطاع أنفاسنا إجابة مجملة أتمنى أن تكون نافعة ومفيدة قلت هناك قاعدتان ذهبيتان القاعدة الأولى حفظ المقامات والقاعدة الثانية تعدد الحيثيات أقرب الفكرة بهذه الصورة مكان كبير واسع وقد غطته المرايا من جميع جهاته من فوق ومن أسفل ومن جميع أركانه وقد رتبت المرايا كل مرآة بزاوية معينة حينما يقف شخص أو مجموعة أشخاص في ذلك المكان فإن كل مرآة ستنقل صورة من حيث زاويتها هذا هو المراد من تعدد الحيثيات وهو أمر نظري راجع إلى الحيثية التي ننظر إليها إلى اللحاظ الذي نأخذه ما هو اللحاظ الذي نأخذه وهنا تتفرع وتتشعب قواعد الحكمة في فهم الحقائق ولذا يقولون لولا الحيثيات لبطلة الحكمة وكذا يقول الحكمة لولا الحيثيات لبطلة الحكمة نذهب إلى فاصل الحكمة